جوزيب بيدرو مقدم برنامج الشرنجيتو الأسباني واحد من أشهر مقدمي كرة القدم في العالم في برنامج هو الأشهر ربما في العالم يشرفني وينوارني تواجدك معنا في برنامج رقم عشرة وعلى التلفزيون المصري أهلا وسهلا بك أنا سعيد جدا وشكرا لكم جزيلا لكوني معكم أنا سمسرور بذلك بالتأكيد الحدث الأبرز والأهم في العالم حاليا هو بقاء كيلين يمبين مع باريس سان جرمان وعدم انتقالوا لريال مدريد غضب جماهيري وغضب على مستوى إدارة نادي ريال مدريد وغضب كمان على مستوى ربطة الدوري الأسباني رأيك في هذا الأمر الجمهور ريال مدريد هو غضب وحزين لأنهما كانوا واثقين في اللاعب أمبابي وواثقوا في كلمته أمبابي قال أنه هو هيمضي وهيوقع وكان متفق وكل شيء كان من منظم ومتفقين عليه ولكن هو في آخر لحظة ولكن هو أكثر من غضب يمكن قول أنه حزن كبير في مدريد الشعب الجمهور المدريدي يشعر بالخيانة الحديث عن اللعب المالي النظيف واتهامات رابط الأندية الأسبانية لباريس سان جرمان وشكويتها لأتحاد الأوروبي رأيك إيه في هذا الأمر مرة أخرى رابط الأندية الأسبانية انتقدت ما فعله باريس سان جرمان وأشارت لموضوع اللعب المالي النظيف نعم 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 نقدر نقول أن الرابط الأسبانية قد انتقدت أنه لا يمكن انفاق كثير من المال وأنه يجب أن يكون هناك حدود لكن هناك أكثر من 300 مليون لازم يكون أن الرابط الأسبانية تريد أن تكون هناك تساوي وتكافه ولا يكون هناك ظلم بين اللعبين أو الفرق وهذا يكون في شركاء ريال مدريد هو لا يمكن انفاق كثير من المال يجب أن يكون هناك حد للجميع في انفاق المال بناء على معلوماتك أو رأيك هل ترى أن كيلين مبي بقى في باريس سان جرمان مخير أم كان مجبرا على البقاء في باريس سان جرمان أنا أعتقد أن الرئيس ريال مدريد قد أبعر أرسالة عبر الواتساب وأن إمبابي قد أجاب أن أعلم أنك تريد أن تكمل حلمك وأنت لديك مستقبل كبير ولكن هناك عقلية ألمانية ترفض أن ينتقل إمبابي إلى ريال مدريد وهم لا يريدوا أن ينتقل إلى نادي آخر ولكن المال يلعب دور كبير ويلعب الدور الذي قام به إمبابي بعدم الانتقال إلى ريال مدريد سؤال القادم لك بعد انتقال هالند إلى مانشستر سيتي وبقاء إمبابي في باريس سان جرمان هل تتوقع أن ورقة محمد صلاح تكون موجودة لوقتي على طاولة ريال مدريد أنا لدي الأمل أن هالند سيكون لديها عمان ولكن ريال مدريد يجب أن يحسب جيدا أن بنزيمة لديها عمان في مستوى عالي جدا ولكن يجب أن يبحثوا عن بديل أيضا لهالند وأنهم يكونوا على الأقل يستمروا مع النادي لمدة عامين وقادمين لما سئل قالوا أنشلوتي في مؤتمر صحفي عن كون محمد صلاح أفضل لاعب في العالم في مركزه قالوا أنه هو أفضل لاعب في العالم في مركزه هل هذه إشارة لإهتمام أنشلوتي بمحمد صلاح؟ نعم صلاح هو لاعب رائع جدا صلاح هو لاعب ممتميز وهو يستعد للمواجهة النهائية ونستطيع أن نقول أن صلاح لديه مصابل مبهر ولأنه في كل عام يثبت أنه لعب أكثر وأهمية من العمل الذي يثبقه هذا النهائي الكبير المنتظر بين ريال مدريد وليفربول كيف تنزل لهذه المواجهة النهائية ومتوقعاتك له؟ أنا أعلم أن الصلاح ليس في المنطوش الأخيرة ليس في مستوى 100% نحن في أسبانيا نعلم مستوى صلاح جيدا نعلم أن الصلاح يريد أن يعود منتصرا مرة أخرى من ريال مدريد بالفوز بالبطولة وهو صلاح لديه رغبة جميلة في الفوز للسأر من المرة السابقة صلاح ليس جاهز بدنيا بشكل كامل ولذلك أنه مصاب بشكل بسيط وهو لعب هام جدا بالنسبة لنديل بربول لا يمكن الاستغناء عنه نعلم أن أكلهم لديهم مشكلتين أن صلاح في حالة صحية بنسبة 70% وأن ريال مدريد كل اللعبين اللي فيه بمستوى جيد وعالي جدا بدنيا وفنيا تصريحات كانت قوية جدا من محمد صلاح قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي وقت أن تمنى مواجهة ريال مدريد في نهاية دورة أبطال أوروبا رأيك إيه في تصريحات محمد صلاح كان شيء جدلي إلى حد ما ونحن نتذكر عند الإصابة التي عنا من صلاح في الإصابة التي قد حدثت بسبب اللعب سيرجي راموس في المباراة النهائية في المرة السابقة ونحن نسعى عن صلاح نوقفه في المباراة القادمة لأنه سيكون أكثر فعالية ولديه رغبة أكبر أو لديه الكثير من الأمل والتمحطة التي يريد أن تحقيقها في المباراة القادمة جوزف بيدرول مقدم برنامج الشرينجيتو الأسباني أحد أشهر الإعلامين الراضيين في العالم كنت سعيد جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 ونتمنى التكرار في المستقبل إن شاء الله سلامي لكم جميعا وسلامي جميعا لشعب المصري شكرا لكم شكرا مع السلامة شرط